سيد اللي هو نوار عملتوا ايه في التحقيق بتاع بغدودة؟ احنا بالنسبة لبغدودة نفسه احنا بعتنا لاتحاد الدولي خطاب برضو بنفس الممكن سيف بي كان بيكلم مسابق الكلام بعتنا وقائع بغدودة وبعتنا لاتحاد الدولي بعتنا ان احنا بنوقفه عن اللاعب الدولي لحين ما نعرف بالضبط ايه اللي هيحصل معاه ونعرف الوقائع بالتحديد احنا عندنا اجراءات معينة بيقوم بيها الاتحاد الدولي وبالتنسيق مع الاتحادات الاهلية او الاتحاد زي الاتحاد المصري احنا بنبعد وبيتم ايقاف اللاعب اللاعب اذا حاب يلعب باسم اي دولة تانية لازم الاولى يحصل على الجنسية وده بياخد عدة سنوات بعد ما بياخد الجنسية بيقعد سنتين تانيين باسم الدولة اللي تجنس لها لشان يبدأ يلعب ليمارس النشاط الدولي احنا عندنا حوالي تلاتة لعيبة من خلال الاربعة خمس سنين بيفاتوا كان قبله 2017 طريق عبدالسلام وده الجنس بالجنسية البلغرية وبعدها ابراهيم الوينش الجنس بالجنسية الفرنسية وبعدهم محمد عصام اللي كان عنده 17 سنة احنا بالنسبة لنا لسه الصورة لم تتضح بالكامل الولد رايح يجنس علشان يلعب ولا عشان يشتغل الصورة لم تتضح لنا لسه بالكامل هو رايح لكده بالزبط يشتغل ولا حيلعب مصارعة هناك لكن احنا عندنا معلومات مبدئية كده ان في حد هناك من فرنسا مقيم هناك سبق له ان هو برضو ميشي من هنا وقاعد في فرنسا دلوقتي بيوحي اللعيبة او بيديهم احاق انه هوفر لهم فرص عمل هناك ان هو هيلعبه مصارعة وهيمنسله منتخب فرنسا معظم اللعيبة اللي سفرت من عندنا يمكن بعد ما سفرت احنا عدد كبير جدا كرح امريكا بس ما هربوش مش عن طريق انه كان مسافر وهرب لا بييجي هنا يقعد في مصر مع تأشيرة او بيحصل على التأشيرة وبياخد بعضه وبيطلع على امريكا بعد ما بيكون متوجد موجودا في مصر اتجهت الوجه دلوقتي بعد ما كانت امريكا بقت فرنسا المعظم الولاد دلوقتي بيروحوا فرنسا سواء عن طريق الهروب او عن طريق انه هو بيلعب بس مش مسامش مع المنتخب القومي بياخد تأشيرة باي لأي سبب ما وبيطلع للدراسة او لغيره وبياخد باول السياحة وبيطلع على فرنسا وبيبدأ في اجراءات التجنيس على هناك